السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكو حبيب يعملين ايه يا رب كنو خير? هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه السلام. ما فيجو بقى يا حبيب قلبوا مع بعضنا كده نبوش السطح الكامل المحضة الحمد الله المياه جديدها. نبوش السطح ده بوش حلوة كده. وبعدين عبر المنظف القودة يكون ايه السطح باش. بصوا انا بحب مش علي بالمياه كله كده الاول. يجوش. طبعا السطح ده بوش ايه? مكتب. انا بعمل الاول ايه ورق كركبه وبعدين ايه? هرجحها تاني ما كانت. طبعا انتوا عارفين البط بقى وما ادراكم البط يا جماعة. بصوا. وردفوها موجود. بس هبوش السطح الاول. واعمل الاوضة. وبعدين ايه? هاخرر ادخل البط في الاوضة. وبعدين امسك السطح ده ايه? اخلوه ان شاء الله اشطى كده. وهتوره معك بعد ما ندفه. تعالوا بقى الرش ايه? عالبط كده نحميه. هو بيحب المياه بصوا. يا جماعة انا اصف على المنظر. بس عايز اوزيكم تفطل بط بيعمل ايه? عشان مش عايز احبسهم في مكان عشان الطيور بتصعب على الواحد في الحر ده انا الواحد ايه? يفدر مزنبها في اوضة كده. تقولولي يمكن يوم في مكان واسيبيهم ايه محبوسين? لأ ما بحبش بصراحة البط نفسه حامل ما بحبش احبسه ايه? في الاوضة طول النهار. طبعا دوشت كل السطح هون. حتى الحاجات دي كلها نكسله ان شاء الله النهاردة. كل الحاجات دي بامر الله. نرجع بقى ايه نعمل الاوضة بتحت المتراخ والبط وبعدين نرجع ايه نحبس كل حاجة. بس نقفل للمولي الاول عشان حرام. ما تعالوا كده معي يا حبيبي ايه? نخرج الفراخ بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزلي يا حلوة من يكلي هنزله. ننزل طبعا انا بحبس هون واسوب المحبسين ليه? عشان اشوف الفراخ بتاعتي بادي طول لا لا الاول. بس الاول اللي خرقهم الاول. بسم الله. صلوا على النبي حبيبي ايه بقى دعمنا بلايك حلو. طبعا البط ده سايب كده من صباحات ربنا عالسطح. لحد بالليل. وبعدين بحبسه. بس بقى المنزر. طول لحاجة نهاردة وفتو. يعني حاجة صعبة جد. بس منزل القرى. بقى اللي هو الفاس الصغير بتاع منسمة دوت ونكحة السطح ايه? طحة جميلة كده. طبعا جبت الفاس الصغيرة هون. بص الفاس ده يا جماعة جميل جدا. والله بي ايه. بصوا بيسهل على الواحد التنبوك يعني. طبعا اه انتو شايفين المنزر يا جماعة ده ايه? يومين. يومين بس. طبعا حبيت لهم حبيت اكلهم يتلهوا بيهم. هرجع لكم شو قال لك ده بعد ما نضف القوضة بقى بامر الله كده وزبطها. تعالوا بس نشوف الاول ايه اللي ربنا رزقنا بي. اللهم صلي عن نبي. اللهم صلي عن نبي. ما شاء الله. طبعا خليكوا بقى لإيه? لحد ما من روء القوضة وبعدين نبقى نخوكو احنا نزلينا. الحمد لله بارك الله فما رزق. طبعا لمية كل ده منها. بتاع الفاس الصغير ده بيزهل بس ما بتعمله ورا بعض ورا بعض وبتتاعها بفي الاخر. طبعا هحط بقى ايه? شوى تنشر وشوى تجير. كنت عايزة مسحلهم بصراحة بس خايفة لسه ايه الجو برضو فيه برد برضو لا ساعة بردة لسه للطور تتعب مني. طبعا هجيب سكنت المعجون وهاخد الحاجات الصغنانة دي كلها كده بسكنت المعجون. وهتخلوهم ايه ده وشوى تجير. وبعدين رمية نشارة خفافة قوي حتى الجو ايه? ما يبقىش كاتمة برضو. وفي نفس الوقت ايه? ما نخلوهمش يستقعوا. يعني حطوناهم برضو طبقة خفيفة قوي. بصوا يا جماعة رشت النشارة اللي نحطها قدي حاجة خفافة قوي. حاجة يعني ايه? ما تسكرش. عشان بس ايه الجو ايه? يعني ساعات بيبقى كتمة. وساعات بيبقى برد. فاحنا ايه? نعمل احتياطة نحر. رشة خفيفة مش هتفرق معنا يا جماعة. يعني الكيس هيقعد عندي فترة طويلة. هو الكيس غلي دلوقتي يا جماعة بقى بخمسين جنيه. كان باربيعين بقى بخمسين. فعشان كده هتلاقوني ايه? انا بحبق وادبق في الكيس اللي عندي كده ايه? مشيني شوع بالمجوي حرر قوي. هنجيب بقى حبة رملة ايه? ونحطهم له. بس المشكلة في السلم بس. بس ان شاء الله هحاول اطلع لهم رملة عشان مش معقول هنجيبهم. نشرب خمسين جنيه. نغتجاب باربيعين اخر مرة. فلما غالي كده قلت لأ. نستغنى عن النشرة خالص. هحبس بقى كل الطيور بتاعتي عشان ايه? اطلع على السطح امروش ومرشة كويسة. ونخليه زي الفل ان شاء الله. طب انا اما فورصة بقى عاملين يستحمه هون. بصوا بط عاملين يستحمه في الله. الطبق هناك هون. بص المنظر. اهو كده على طول. ما لي بقى البدقة ونستحمه هو الضط كده. زي ما قلت الكرحة في المية. هعمل بقى السطحة وارجع لكم. حبست كل الطيور بتاحتها. بصوا بقى المكان. ندف ازاي. اهو الضط مستحمي بقى ايه? وتمام. وديك اه وقف ليه هنا ان شاء الله هتبيد ولا ايه? وصديك وقفين عند البيت. فطبع انا هخش اخد البيت حسان انا نسيت اقده وانا بنضف القوضة هيكسروه. خش اخده بعدين اه اطلعه من عنده وبعدين اه اصلا عامل السطح. بصوا بقى اللي حرفتها الشباك ده عامل ازاي? طبعا ده هجيب برضو سكينة كده وكحاتوا بيها ونطفوا. طبعا عايز اقول لكم تهدي تهدي معلم بها لربنا بصو السطحة. الحمد الله بقى عامل ازاي? ما شاء الله. غسلت بقى كل الحاجات دي. في السقايات والحاجات دي غسلتها. والسطقات اللي بيأكلوا فيها وكل والسطحة ما شاء الله بقى زي الفل اهو. بحب اورهلكم بقى قبل التنضيف وبعدين التنضيف حبايب قلبي. تنسي نشفى اللايك الجميل بتاعكم. والله ما جيب النفس بالعافية. عايز اوريكم انا طلحت اقد ايه من القوض ومن على السطح. تلت شوية لهم. تلت شوية لهم طلعهم من القوض. طبعا انا حبسة بقى ايه? الطيور كلها لحد مخوص. سامعة فيه خيناقة جنبها جنبها مبارك. في ايه ما اهرفش? بشي جوة. شي جوة. طبعا ايه? انا شدت اللي كانت تحتوه. ربنا لزقنا ببتين تاني هم. اللهم صلى عن نبي اللهم يبارك. طبعا انا بقى ايه هم وكده ايه باضوا كلهم وخلص هطلع بقى الطيور تاني عصا تحبسه لسه ما ضفنا هو. وهنطلع الطيور ساعة كده ومش هبسه هلاقي السطح ده يعني حيرجح تاني زي الاول بس هنحاول برد نعمله بسرعة تاني كده هنسيب عليه المياه ونجره بالمساحة. ليه الطيور مش هتتحبس? مش هينفح تتحبس. هيتعبوا لو يتحبسوا من الحر ده معين تحتهم نضيف والله هو. والله بفكر حطوهم الاكل جوه واسيبهم النهاردة. رأيكم. بفكر حطوهم الاكل جوه واسيبهم. عشان خلص كده جبت اكله لو طلعوا هيبه دلوا السطح. والشباة مفتوحة هوت ايه? يدخل لهم هوا. بصوا دي وقفة بتزنبها ازاي? بصوا دي كمان. دي كده على طول. اللهم صلى عن نبي. اللهم بارك. صلوا عن نبي حباية بقلب ودعمونا بلايك حلو بقى كده منكم. واشوفكم ايه على خير الفيديو الجاية. تنسوش اللايك حباية بقلب والصالة عن نبي. كده هيباية السطح. الحمد الله كده انا مش هحط لهم بقى ايه? اكل على السطح النهاردة هحبسهم. واحط للحمام برضو. انحط للحمام اكل يا ربي. صلى الله العظيم ناسية. حط اكل الحمد. هدخلهم المياه جوه يشاوه بس تقليلهم شو عشم يبهدون شو القوضة. وهدخل السقاي دي عند الفراخ البيضة. دعونوا بصوا على الفراخ البيضة بصة سريعة كده. اللهم صلى عليكم اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا باجي بالنهار يا جماعة عبط في اللمب. بصوا بقى. انا حطيت ايه مع الفراخ البيضة? اه فكريني الكاتاكت اللي انا كنت جايبها. اه. حطيتهم معاهم. كانوا محبوسين في القفص هنا جبه. بس انا قلت بتايبهم. عشان الفراخ يا جماعة هيجننوا في القفص. الكاتاكت هتتجنن في القفص. فكاتاكت الفراخ البيضة هادية. ربنا هادية ما بتعملش ايه? يعني ما بتعملش ايه? ما بتعودش الكاتاكت هلا بتعمل اي حاجة. اه هادية. فحطيتهم معاهم بصوا بيها ضرقنا همت. واحطوهم برضو ايه كم اا يعني كم اكلة كده حط للفراخ الصغيرة تاكل الكبار ياكله بس الجو حمد الوقت مش ناكل حاجة. مع ان دور هي الظلم و هيجوعوا شوية بس مش مشكلة هاكل كله مع بعض اخر النار. عشان لو قطيت العلاف الرفيع الفراخ البيضة هتاكله. والصغيرين مش هيتولو حاجة. فايه? الحمد اللي لاتنا كده ايه? نظفنا حتى القوة دي عندهم هوت. الحمد لله يا جماعة الحميم بتاع الفراخ خماسك شوية هوت. اه كان عندهم اسهلات وحنا عالجناهم مع بعض بالانتناج الحمد لله نحمد ربنا. عبايب قلبي متنسنوش في اللايب بتاعك كل جميل. وتسلموا لي كلكم عبايب قلبي.